اهلا بكم ايران العسكريين سيبقون في سوريا بناء على اتفاقية دفاعية وتقنية تم توقيعها هذا الاسبوع بين طهران ودمشق اعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر لعبادي ان قرارات مفوضية الانتخابات باطلة لحين الانتهاء من التحقيق بجرائم التزوير في المقابل دع الكتل السياسية للإسراع بالاعلان عن تشكيل التحالف الاكبر للمضي بتشكيل الحكومة المقبلة فيما ابدأ اتلاف الوطنية الذي يتزعمه اياد علاوي ايضا استغرابه من دعوة المفوضية لتشكيل التحالفات السياسية معتبرا ذلك مخالفة واضحة لقوانين المحكمة الاتحادية دان وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبد الرقيب فتح بشدة منع ميليشيات الحثي للمنظمات الإغاثية الأممية الدولية من إيصال المساعدات الإغاثية وتوزيعها في مدريات الدريم والتحيطة بمحافظة الحديدة وأوضح فتح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن هذه الإجراءات إرهابية ومخالفة للقانون الدولي والإنساني قتل أكثر من 11 شخصا بينهم خمسة عناصر من قوات الأمن وجرح 16 في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف حاجزا أمنيا في مدينة القائم في غرب العراق للمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعونا على موقع السياسة دوت كوم